تتسارع وطيرة ابتلاع الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية اللاسيما في الضفة الغربية فسلطات الاحتلال لم تدخر جهدا لتحقيق أهدافها الاستيطانية التوسعية بقرارات مجحفة آخر فصول المحاولات الصهيونية للاستيلاء على ما تبقى من الضفة ترجمها قرار حكومة الاحتلال منح وزير المالية المتشدد بيلسيلس موتريتش الذي يترأس حزب الصهيونية الدينية المتطرف منحه سلطة التخطيط في الضفة واختصار إجراءات التصديق على البناء الاستيطاني وهو شرط وضعه سموتريتش للانضمام لحكومة نيتنياهو مخاطر هذا القرار الجائر لا تقتصر فقط على إمكانية بناء المزيد من المستوطنات داخل الضفة بل تكمن بترجيح فرضية هدم منازل فلسطينية بدعوى أنها بنيت من غير ترخيص ويتزامن هذا القرار التعسفي مع استعداد حكومة نيتنياهو لبناء أربعة آلاف وستمائة وخمسين وحدة استيطانية بالضفة في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال ارتكاب انتهاكات جسيمة داخل مدينة جنين إلى جانب استمرار عمليات اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك التصعيد الصهيوني قابلته ردود فعل محلية غاضبة حيث وصفت السلطة الفلسطينية الإجراء بأنه تصعيد خطير وغير قانوني ويمهد الاستكمال ضم الضفة فيما أكدت العديد من الفعاليات الفلسطينية أن مقاومة الاحتلال بجميع الوسائل هو الخيار المتاح لمنع محاولات تهويد فلسطين وليس من قبيل الصدفة أن يحدث كل ذلك في الأسبوع الذي تقرر فيه باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي زيارة المنطقة والاجتماع مع قادة في حكومة الاحتلال وآخرين من السلطة الفلسطينية في مؤشر على مدى الاستخفاف بيئي محادثات سلام ترعاها واشنطن أو في دلالة واضحة على تواطئ إدارة بايدن التي لا تقل سوءا عن إدارة ترامب مهما بلغت شدة إدانتها لجرائم الاحتلال